السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة انتي سار امريم كنت منا تكونوا بألف خير و انتم لم تشاهدوا الفيديو ديالي ولكن انتي اول مرة كتكساش في القناة لا تنسيش نضمي العائلة ديالنا و اضغطي على زل الاشتراك باش توصيب جديد الوصفات و وصفة اليوم او فيديو اليوم غدي يكون عبارة عن قغاتان ديال الشعرية كي يجي خطير في المداق إلا بغيتي تدوخيهم بهذا الشيء وهدي ما غديش يعرفوها هواش بسطيلة او قغاتان كي يجي بنين كي يجي رائع غدي نشاركوا معكم بطريقة اللي هي سهلة و بسيطة و مكونات متوفرة في كل بيت كي تحصلوا على واحد دقيقة اللي كي يجي خطير في المداق ديالو كي يجي بنين ومعلقوا بديد و بيشاهدت الاسرة ديالي اللي احمقوا عليه كاملين كنتمنا هاد الفيديو اينا الاعجاب ديالكم و الاعجابكم كيف ديما البنات حاولوا اي وحدة تفرجت في الفيديو فتخلي لي لايك هكا باش الفيديو وتاعي اطلعوش بيا رحك تشوفوني البنات كل نهار كنحط فيديو و بعد مرات كنحط جوج فيديو في النهار و كنضرب واحد مجهود ولكن ما كيش واحد تفعون نهائيا المهم البنات غدي ندوز باش نشارك معكم الوصفة ديال اليوم هنا خديس واحد الكمية ديال اصدر ديال الجاج غديت انا جوج طروفة ديال صدر ديال الجاج و غدي نقطع هاد مكعبات لي هي صغيرة دروري ما نقطع هاد صغار بزاف باش هاد يشربو لنا في ثوابل ويجو هم لدين من داخل كيف كيف كتشوفو انا راق نقطع هاد الكيمية ديال اصدر ديال دجاج ونضيف لهم كمية صدر الدجاج وعلى نار مهيلة حتى نكمل بقية مكونات ونضيف النار متوسطة ونجعل الحشوة كالطبع لخطرها هنا خليت صدر الدجاج فوق من كيف تلكم النار مهيلة وهنا خليت حبة الفلفل أحمر ونضيف لها نصف حبة الفلفل أخضر حتى نقطعهم مكعبة صغيرة ثم قطعت الفلفل ونصف حبة الفلفل أخضر ونصف حبة الفلفل أخضر ونضيف توابيل معلقة صغيرة ثومة بودر ثومة العادية ثومة 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 سوف نضيف ملعقة صغيرة لدينا طوابي الخاصة بالسمك سوف نضيف ملعقة صغيرة القز بريابس كيف نضيف ملعقة صغيرة وفي نفس الوقت سوف نضيف ملعقة صغيرة سوف نضيف حشوة على الجنب سلسل ببنينة سلسل ببنينة سلسل مقلة اخرى زيت نباتية سلسل بكمية على الكزبر أخبركم سوف نضيف حموده سوف نقطع الحمود سوف نقطع يسئل الحمود بعد مقطعة الحامض وزيتون اضفت عليهم جوش فصو زيتون ما محكوكين وغادي نضيف هنا التوابير غادي نضيف شوية دي سكنجبير نفس التوابير اللي درت في الحشوة دي الجاج وهما اللي غادي نضيف هنا ضفت القليل دي دي سكنجبير أو زنجبيل وغادي نضيف معلقة كبيرة دي التحمير أو طابريكا دي تحمير هناك نحاول نزيد تحميرها لأن الحشوة خاصة تكون يعني يكون في ذاك اللول اللي كيكون حمر بشاكك تجينة مذهبة ضفت معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الكاري شوية ديال البزار شوية ديال خرقوم أو الكوركم وغادي نضيف شوية ديال الهريسة وكيف كنقول لكم دائما الهريسة كتبقى على حسب الضوء ديالكم ولكن بالنسبة لهذه القغاة هدا ضروري مشوية على الحرور كيبغيها كيجي حار باش كيجي بنين بزاف غادي نضيف نصف حامضة مصيرة اللي تبقات ليها غادي نضيفها في هاد السلسة هادي وضفت عليهم معلقة صغيرة ديال العطرية الخاصة بالسماك وشوية على القزبرية بس وغادي نخلط جميع المكونات وغادي نخليهم كيتشحروا على عافية اللي هي مهيلة ضروري في هاد المرحلة هادي نقصوا النار ونخليوها مهيلة بزاف باش هكا توابية تواعنا ما يتحرقوش لينا وضفت في الاخير معلقة صغيرة ديال مركز طماطم وخليت الكل كيف كديكم كيتقلى على نار اللي هي مهيلة هنا اختيت هذه الكاثر وندرس فيها المخل اللي تحتغلها مزيان وطفيت عليها النار وغادي نوضع الشعريات كيف كتشوفو ووضع ثلاثة القيطة ديال الشعريات ديال الأرز هي اللي كنتستعمل اهنا وغادي نخليها واحد خمسة او استدية ثواني ومن بعد غادي مباشرة ندوز باش غادي نصفيها ونكملوا بقية المراحيل بالنسبة للسلسة عندي هنا ووجدات البنات كتاخد مني منكم واحد ثمية عدقيق او تتعود عدقيق بحلاكك صافي على عفيل يمهيلة كتكون واجدة هنا سهي صافي رطفيت عليها وخديت الشعريات بعد ما صفيتها مزيان من الماء دروري تخلي واحدة كتنشوف لكم الماء قطعتها مزيان هكا رقيقة باش كتحلينا صافي وغادي نضيف عليها السلسة اللي قدينا غادي نضيفها ؟ Ja بالنسبة للشعرية البنات نكمل جميع المراحل مقالية في طبق الفرن اختيت المول بمعلقة زيت البلدية و نضيف نصف الكمية الشعرية نحاول نوزها على المول كامل بالتساوي نسوي الوجه ثم نأخذ الحشوة الدجاج و نضيفها كطبقة من الوسط سوف نوزها من الوجه الشعرية كاملة نغطيها بالحشوة الدجاج و نضغط عليها مزيان لكي تتمسك الحشوة مع الطبقات الشعرية نحاول نضغط عليها مزيان بعد مقدسها سوف نأخذ كمية الجبن الأحمر جبن مزاريلا محكوكين كيف تشوفوا هنا هنا عندي جامدين لأنهم كانوا في المجمد سوف نحاول نفتتهم من الفوق كتبقى هادي كطبقة إضافية كتعطينا الصراحة المدق زوين و كتعطينا حتى التعليكة اللي ما متوفرش عنده ممكن تستغنوا عليه و كيف تشوفكم غير هما كيعطي واحد مدق زوين لطبق دياننا و كيعطينا واحد تعليكة كي يجينا دقاطة معلل لك من الداخل و بنين صفي هنا بعد مقدسة الجبن سوف نضاف عليه الطبقة الأخيرة اللي بقتليها من الشعرية نحاول حتى هي نقادة هاكاون و نوزعها بالتساوي و من بعد ما غادي نفرغها كاملة كنحاول نضغط على بليد ديالي مزيان باش هاكل قاطعنا كي يجينا متماسك و كنخدموه بحشي بسطيلة كي يجي صراحة بنين البنات و كنورك عليها و كنأكد عليكم باش غايتكم كلكم تجربوه لأنه فعلا غادي نتحمقوا عليه كي يجي مدق ديالو هائل كي يجي معلك و صراحة زوين و سريع دغية كي يوجد صافي هنا بعد ما وزعت عليها الجبن من الفوق المرة الثانية دخلت الفران هاكا واحد مدة ديال عشرات عدد دقيق لأن المكونات كاملين طيبين غير بما هاكا نساجموا لي مع بعض ديالو هم و داب لي هذا كل الجبن و خرجتو كي يكون هاكا ديالو النهائي كي يجي واحد لقاغتان اللي خطير في المداق بنين و معل لكو كي يجي المداق ديالو بحالة كتاكلوا في بسطيلة ديال لحو تماما صراحة كي يجي ببنين بنين البنات و هاديك الشعرية كتجينا بحالة ديالي الكونافة كنتمنى ها دقاغتان باش تجربوه و تبارتجيو البنات لأن الفيديو صراحة كي يستحق باش تبارتجيوه مع حبابكم و صحابكم لأنه فعلا قاغتان كي يجي ببنين و بغيت بزاف منكم لتجربوه و تقدموه لوليداتكم و يستمسعوا بك استمسعوا ببناتي حتى أنا و أعجبهم و هنا الإعجاب ديالهم ما تنسونيش من اللايكات و التعريقات و تبارتجيوه و تبارتجيوه